تعالوا الوقت بقى نروح لموضوع حلقتنا النهاردة في نهارك أبيض واللي كان بيتكلم عن من وجهة نظرك الرسم التكتيكي الأنسب للزمالك خلال مواجهة السبت المرتقبة أمال من الوداد المغربي تعالوا كده ناخد أراضي جمهورنا على سوشيال ميديا ونبدأ من عند مين؟ من عند عبدالحفيز السبعوي اللي بيصبح علينا وبيقول أنا شايف طريقة 4-2-3-1 هي الأفضل ونبدأ التشكيل أبو جبل حازم إمام لو جاهز أو المسلوسي والوينش وعلاق وفتوح طارق حامد لو جاهز طبعا طارق حامد ما سافرش معاهم يا عبدالحفيز وإمام عشور وأوباما رقم عشرة وزيزو بن شارقي وسيف الدين الجزيري كل التوفيق لنادي الزمالك أحمد عبدالفتاح نصبح علينا وبيقول أنا شايف أنسب خطة في المطش ده طريقة 4-3-3 والتشكيل يكون أبو جبل والمسلوسي والوينش ومحمود علاء وفتوح زيزو أمام عشور أوباما بن شارقي وقو نجم وسيف الدين الجزيري ويا رب النصر للملكي الحبيب باسم مجدي بيقول صباح الورد صباح الفل عليك يا باسم أنا شايف الطريقة الأنسب أن احنا نلعب أسلوب دفاعي لأن الهدف من الوداد هيخسرنا كتير التشكيلة تكون 5-4-1 أبو جبل في حراسة المرمى عبدالشافي محمود علاء الوينش عبدالغني حازم إمام إمام عشور أشرف بن شارقي أوباما وزيزو وعمر السعيد محمد أنور بيقول صباح الخير عليك صباح الفل عليك يا أنور رأس من تكتيك الأنسب لزمالك أن تكون الخطة أو طريقة اللعب 4-2-3-1 ويكون التشكيل حراسة المرمى أبو جبل في الدفاع حازم إمام ومحمود علاء والوينش وفتوح وخط الوسط الدفاعي إمام عشور أوباما والوسط الهجومي بين شارقي شيكا وزيزو والهجوم سيف الجزيري ويجب الاعتماد على التزديدات من الخارج والضربات الثابتة ويجب أن يكون في التغطية العكسية جيدة في حال حالة الدفاع والضغط من أول المباراة بالتوفيق النادي الزمالك إن شاء الله يا محمد ويه بالتوفيق النادي الزمالك معنا أكرم منصور بيصبح علينا وبيقول من وجهة نظري نلعب 4-2-3-1 نلعب ضغط عالي لأن الوداد طبعا هيهاجم على أرضه وهيفتح خطوطه نلعب بابو جبل المسلوسي الوينش وعلاق وفتوح إمام عشور وزيزو ونجم وشيكابالا وبن شارقي وسيف الجزيري وإن شاء الله نحقق الفوز إن شاء الله يا أكرم حازم بيصبح علينا وبيقول أنا شايف أن أنسب طريقة نلعب بيها هي 4-1-4-1 ونلعب أحمد فتوح والوينش ومحمود علاء والمسلوسي محمد عبدالغاني ديفندر بمهام دفاعية وقدامه أوباما وإمام عشور وبن شارقي وزيزو وسيف الجزيري وبالتوفيق لنادي الزمالك العظيم طبعا لو محطش حارس مرمى أكيد أبو جبل هو حارس المرمى